شكرا جزيلا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا ما زلت اشوف ناس توهم هيدخلوا لعالهم في الويتن جروم بس ننتبه لهم اعطيكم العافة ان شاء الله عندنا من جديد في 2022 الموضوع ان شاء الله خفيف ولطيف بيزيكي رح نتكلم عن الهيب امبلانتس وايش التطورات والتقنيات اللي صارت في الدين في الايدي في هذه الايام يعني ممكن قبل عشرين سنة كنا نصور بطريقة معينة قبل عشر سنوات نتصور بطريقة معينة وهذه الايام نصور بطريقة مختلفة طبعا هذه الفكرة فراح نشوف الادفانسز والتقنيات الموجودة عندنا تمام سخنا نتأكد ان اوكي اول حاجة ابغى اقول لكم ان انا لا اعمل في سيمينس ولا سيمينس تدفع لي فلوس ولا شيء الفكرة لاننا راح استخدم بعض مصطلحات سيمينس ورح نستخدم بعض السوفتوير من شركة سيمينس فبس حبيت اقول لكم لا انتمي لسيمينس ولا عندي اي ارتباط مع سيمينس فبس حبيت اتنوع على هذه النقطة تمام ايش راح نغطي في هذه الليلة ان شاء الله المحاضرة السريعة وخفيفة راح نغطي ثلاثة نقاط راح نتعرف مع بعض على البيجست انمي في الامار اميجينج بعدين هندخل في الميتل انديو سارتفاكت وطرق التخفيف منه وبعدين راح نشوف تجربتنا الحديثة مع التقنيات الموجودة بين ايدينا هذه اليومين يعني تمام فان شاء الله راح يكون خفيف ولطيف وبعدين ندردش اسئلة وعجوبة ان شاء الله في النهاية طيب لو سأنا راح نسوا ما هو هل هو Typekit maybe not let's not lose our jobs هل زملائنا في العمل أعداء لنا لا أعتقد أن الإجابة هو الأرتفاكت ليش الأرتفاكت للأسف هم الأرتفاكت نعيش معهم يعني موجودين معنا وحولنا في كل صورة تقريبا ولكن بعض الأرتفاكت للأسف ما نقدر نتعايش معهم يكونوا مؤذين لدرجة عالية ناخد مثال مثلا في هذه الصورة الصورة العالمين هذه this is a T2 weighted brain image transverse or axles طبعا ما رح أقول تخلوا من الأرتفاكت لكن ما فيها أرتفاكت واضح مثلا صورة جميلة زينة بينما الصورة العليسار صورة LFA هذه مليئة بالأرتفاكت إيش هذا النوع الأرتفاكت this is emotion هذا المريض حرك رأسه بشكل كبير في الجهاز فعطانا أرتفاكت فطبعا هذا النوع من الأرتفاكت اللي ما نحبه لأن هذا ما تقدر تشخص من خلاله if there was a pathology here you won't be able to see it مثلا تمام فهذا النوع من الأرتفاكت اللي ما نحبه مثلا الهد موشن هذا أرتفاكت ثاني that was supposed to be an elbow scan ال elbow تمام ولكن الشباب لما يجوا يصوروا هنا إيش صار رفعوا acceleration factor أو في السمنس اسمه iPad factor في الجه اسمه asset factor اللي هو parallel imaging factor كانوا يرغبوا أنهم يسووا تصوير سريع ولكن رفعوا الجرعة بشكل عالي شوية فأعطاك أرتفاكت هذا خاص في parallel imaging هذا المثال آخر فالأرتفاكت نشوفها بشكل يوم في كل مكان في أغلب الصور الchemical shift artifact كل شيء نشوفه طه الbreathing الflow تمام هذا هنا على اليسار عندنا radiograph أو x-ray image حق الhip area ونشوف هذا المريض عنده left hip total replacement حط المفصل صناعي تمام في الجهة اليسرى من الجسم أو الفخت هذه صورة ال x-ray حقه لما نيجي على صورة ال-MR لهذا صورة ال-MR نشوف أن هذا الhip implants عاطينا artifact فهذا راح إن شاء الله راح يكون مصدر حديثنا في هذه الليلة السؤال ممكن واحد يسأل وقل طيب احنا نعرف أنه في hip implant ونعرف أنه في artifact ليش نصوره الجواب للأسف كما ستغل الصوت الجواب للأسف في حد قال الصوت أو شيء الصوت أو كي استأكدنا الصوت أو كي الصوتك واضح تكتون مستفى تمام شكرا جزيلا شكرا تمام فهذه صورة ال-MR سؤالنا ليش نصور هذا للمرضى المرضى اللي عندهم implants للأسف الحقيقة أن الناس اللي عندهم implants تجيهم أعراض مصاحبة للإمبلانس مثلا خلونا نذكر أن هذا الإمبلانس هو جسم غريب عن الجسم لما يعيش هذا الجسم غريب في جسمك لمدة عشر إلى عشرين سنة الأنسجة المحيطة تبدأ ما ترتاح فصير التهابات صير أشياء كثيرة صير complications للإمبلانس هذا الشيء هذا الأنسجة البيولوجية من الأشياء الثانية كمان نفس الإمبلانس هو الإمبلانس نفسه يبدأ يتهتك في ذاته فيبدأ المريض يقول أوه أحس نوع منه عدم there's instability ما حسنا الهب حقي ثابت تمام أو عندي ألم أو عندي abscess أو عندي شيء فللأسف لما واحد عند الإمبلانس نصورهم ونصور لازم منطقة الإمبلانس يعني I'm not imaging مثلا هنا الثاي لا لا I need to see around الإمبلانس فهذا في indications كثيرة يعني في الأسبوع الواحد في المحل اللي أشتغل فيه حاليا الأسبوع الواحد minimum ثلاثة إلى أربعة مرضة نصور الناس كلهم كبار في السن عندهم الإمبلانس صار لهم سنوات ولكن هذا واحد من الأشياء الشائعة جدا نشوفها لذلك imaging post implant is really common تمام بسم الله وطبعا هذا يسمى metal induced artifact طبعا artifact حادث بسبب حدوث أو وجود هذا المثل عندنا هنا تمام it's a very common ما راح ندخل في physics حق المثل induced artifact لكن quick reminder ليش يحدث هذا هذا الارتفاكت هو due to susceptibility هو عبارة عن fighting بين الأنسجة الطبيعية وبين الإمبلانت هذا اللي داخل الجسم فيصير إيش inhomogeneity تمام خلنا ناخذ هذا لو طلعنا في الصورة في الأعلى هنا هذا المagnetic field متجانس في حال سبيلة happy no problem بمجرد تحط فيه مادة غريبة سواء المادة هذه مثلا في هذا الحال خلنا نقول talisium أو هنا شيء معدني الإسار يعملك ايش distortion يعملك disruption في المagnetic field homogeneity هذه disruption ينتج عنها إيش ينتج عنها تشوهات التي نسمحها artifact سواء عندنا أشياء كثيرة أو signal تغير في الشكل تغير في الشكل واضح صح لما أنا أصور منطقة متوقع أنها تكون مربعة الشكل تطلع لي بيضاوية الشكل هذا التشوه واضح أو يطلع لي signal هنشوف بعدين في الصور signal unwanted signal super bright signal تمام أو signal drop زي ما شفنا في الهب الصورة اللي راحت فهذا مصدر الارتفاك ما راح أدخل فاي الفيزيك اليوم لأن هذا مو غرض من التوك ولكن حبيت أن هذا هو الصور حق الارتفاك لهذا السبب يحدث الارتفاك تمام طيب عندي bad news لكم bad news is implant material والsize والشيب والorientation كل يعني ممكن نجيب لكم مريضين مختلفين المريض الأول عند نفس عند implant في الهب نصور ه نصور جميلة نسميها benign artifact بس محتمل نقدر نتعلم معه نجي مريض ثاني نلقى الimplant حق نسوي ارتفاك فضيع جدا السبب هو نوعية الimplant هو shape ما الimplant فهذه الأشياء للأسف لأسف ما نقدر نغير انت تجي الصباح تبقى تصور بسم الله رحنا الرحيم وتدخل تصور المريض ما تعرف تعرف ممكن نوع المصنع بس ما تقدر تغير حقيقة الimplant الimplant هيعملك ارتفاعك بدرجة 50% خلاص انت يستك مع تمام في شيئين تقدر تغيرهم او ممكن تغير البي نط وهنا اتكلم عن ال المريض عندهم اكثر من المريض عندهم اكثر من سكان لو جاني مريض عند ام بلانت وعندي جهاز 1.5 تسلا وجهاز ثاني ثري تسلا فهنا عندك خيارات بما ان هذا المريض عند ام بلانت حصور على لعشان نخفف مظهر الارتفاك تمام شيء ثاني وهذا المهم انك اي بلس تستخدم ما رح تستخدم الريدي اكيد صح لان احنا نعرف لو استخدم الريدي بي سي قنص س حتضاعف من شكل الارتفاك هتخل الارتفاك يظهر لك رهيب فهذول الاثنين هذا البي المجنط فيل النات ان ان مركز واحد عندك جهاز واحد خلاص اجرك على الله you got stuck you need to image هذا المريض على هذا ولكن البلس عندنا خيارات وهذا اليوم رح نتكلم عن كيف نحسن استخدام البلس كونس تمام وهذا مثال مثلا هذه فانتم الظهر هذه غريز أو ووتر أو شاي وحط في معادن مختلفة أو معادن مختلفة مثلا هنا polyethylene وهنا stainless steel ونشوف كيف درجة تغير مثلا هنا شوف كيف polyethylene ما هو ferromagnetic تعامل ارتفاك خفيف ولطيف بينما stainless steel عاملك ارتفاك كبير جدا ايش نتعلم من هذا ان نوعية هي حتفرض عليك حجم الارتفاك وهذا شي للأسف ما نقدر نغير تمام هذا شي خارج إرادتنا إيش اللي نحتاج نسوي أو نقدر نسوي نخفف من موظه الارتفاك باللعب بالparameters بالsequences هذا اللي نحاول نسوي هاليومين تمام طيب هذه الجزية الأخيرة ولكن هنقضي فيها شوية وقت أو قبل الأخيرة كيف نتعامل مع هذا النوع من الارتفاك الارتفاك أو كيف نخفف منه طبعا قسمت الإجابة إلى ثلاث مراحل زمنية في مطلع سنة 2000 وبعدين في الوقت الحالي أو قد نقول في آخر خمس سنوات تمام فراح نجاوب على السؤال طبعا ممكن بعض السنترز الحالية عندها أجهزة قديمة فيمكن نطبق عليها هذا الكلام أو نطبق عليها هذا الكلام فراح نشوف كيف نقدر نتعام معها مع هذا الارتفاك مع التغير التقني طيب في الال دايز إيش عندنا هنا عندنا إكسرا إيميج أو ذا ني إلى شخص عامل total knee replacement هذا huge metal هنا هذا total ني هذا الجزء العلى هذا huge knee تمام نجي نعمل لأمرا صورة هذه العليمين إيش تشوف huge artefact so how would you rate this image this is useless and if there is any pathology you can hardly see it there is nothing تمام شوف الصورة كيف متعوجة في سنة كم سنة 2000 للأسف كنا نرسل هذا للمرضى بيوتهم وقلوا للأسف sorry ما نقدر نصورك بالمراي ومن ناحة safety من ناحة image quality فكان هذي من الأشياء السيئة طبعا الأيام القديمة طبعا حلو لو رحنا إلى شوية الفترة الزمنية التالية سنة 2000 حبتين طلع عندنا تكنيك يسمى Metal Artifact Reduction Sequences أو تعرف Mars تمام إيش هي المارس عشان ما نخاف منها هي عبارة عن Manual Sequence Manipulation تيجي لل T1 أو T2 وتعمل تغييرات على بعض الparameters اللي هي هذا أكيد تعرفوها ناس القدامى أكيد يعرفوها هذا الأشياء تمام لما تغير في الparameters إيش اللي يصير تخفف من مظهر الأرتفاك تمام كنا نعمل هذا الشي بشكل يدوي يعني أنا جيت صورت لقيت huge artifact أقوم على طول أخذ نفس السيكونس حقي T2 ويتد أخذها وأعمل Higher Matrix Frequency والPhase أرفعهم كثير Thinner Slices Larger Receiver Bandwidth تمام أزيد الأverages عشان أعوض السيجنال شوية أروح أستخدم Spin Echo Fast Spin Echo ما أستخدم Gradient تمام وإذا أبغي Fat Saturation ما أستخدم الفات ساعة العادية أستخدم Stir Imaging مثلا تمام فهذه كلها كانت Manual Manipulation بس It worked الشغل صحيح ولكن أثبتت جدارتها والدليل خلنا نشوف هذه البابر هذه البابر من سنة 2000 من المجموعة في كندا أنا اشتغلت مع Alex McKay هذا MR Physicist وبيتر Monk هذا MSK Radiologist هذو اللي الناس إيش سووا خلنا نشوف خطواتهم البداية اللي عملوها الصورة اللي على اليسار هذه Implant Immersed أو حطينا جوات Grease أو مادة حافظة في Phantom وهذا الصورة Spin Echo عادية تمام وهذا Implant ونشوف كيف التشوق فيه هذا كل الأسود هذا ال Implant الhip Implant تمام جو استخدموا فكرة المارس اللي هي manually changing the parameters إيش سووا الشباب هنا ما شاء الله ليهم استطاعوا يستعيدوا شكل الhip شوف خففوا هذا الارتفاك من هذه المنظر إلى إن هذا المنظر تمام فthat was good هذا سنة 2000 that was really good على Phantom it was amazing work تمام نيجي هنا نفس المجموعة عنده مريض ثاني عنده Right hip Implant هذا Implant في الإكسراي image وهذا نفس الإمplant في ال CT scan هذا ما يعرف بال beam hardening huge artifact تمام لأنه في شيء مثل هنا الشغل هنا الاهتمام حقنا الآن عندنا صورتين spin eco عادية تمام تشوف الارتفاك huge واعتقد ان الفوكس حقهم كان هذا this is the area they are focusing on that's the pathological area or area of interest تمام هذا في الصورة العادية لسبن eco العادية لما انتقلوا طبقوا المارز اللي المتل artifact reduction technique استطاعوا ان يستعيدوا شوف كيف الpathology هو أكبر من الواقع هذا الpathology هنا بيين صغير لأن الartifact تقريبا مشوه الصورة هنا استطاعوا يشوف ممكن مو pathology ممكن هذا مصر أو pathology استطاعوا يستعيد shape حق structure المجاور للمplant فهذه هي الفكرة رغم ان هذا العمل ياخد وقت في حاجة رح ألفت نظركم لها ايش تقييمكم لهذا الصورة quality wide صحيح خفف من الartifact ايش فيها it's a very signal poor والresolution حقها واطي كمان ففيها في الشي في الimage quality تمام فهم استطاعوا يخفف الartifact ولكن اصطدموا بواقع مرير ألا وهو sky time عالي image quality acute image quality منخفض فعندهم issue هنا الجماعة تمام حلوا قضية ولكن وقعوا في قضيتين أخرتين للأسف تمام فإيش الحل أين نذهب الحل إننا نستخدم التقنيات الموجودة بين أيدينا اليومين هذه يعني لما الآن تروح تستخدم التقنيات الموجودة حاليا تلقاها تعملك تخفيف للأرتفاكت بس تراعيك في الوقت في الimage quality which is the smart thing صح الأولى فراح نشوف إيش عندنا من تقنيات هاليومين هذا المثال اللي راح استخدمه عشان كده أنا قلت لكم في البداية ما عندي انتماء لسيمينس ولكن المثال الحقي راح يكون من شركة سيمينس سيمينس عندهم سليوشن أو باكيج أو سيكوانس اسمها ورب تمام هذا الورب سليوشن أكيد اللي يستخدم سيمينس يعرفوها الورب هذي ready-made سليوشن عشان يخفف ويعطيك image quality جيدة وسكن تام معقول فهي جامع لك الثلاثة فهي you don't need to manually manipulate السيكون حدك فهم اختصروها عملوا المانيبوليشن فتح الباندوث عملوا ثين سلايس عملوا كل أشي هذي وقالك تفضل this is a ready-made package for you استخدم تمام الآن قبل ما نمر عليه وامشور ان الناس اللي جالس استخدم simmons يعرفوا هذا هذا معروف عند الناس ولكن this is the learning point if you learn nothing but this one i'll be thankful to you لما تستخدم الwerb في two options داخل الwerb تمام في واحد اسمه view angle tilting that لهو هذا option يعمل correction في two plane x y تمام two plane يعني 2D imaging هذا يعمل لك meter reduction ايش الحلاوة في هذا option ان ما يك lift time تمام فلما تفتح الwerb sequence في fields ما vat في حاجة ما vat percentage من 0 الى 100% لما تروح 0 أو 100% ما اثر على الوقت ايش الpanelty حق لما استخدم 100% يطع لك blurry في الامج شوية الامج الcontrast ما يكون the best تمام فانا شخصيا انصح باستخدام vat لا تستخدم 0 تستخدم 50% 60% حاجة من القبيل لان the more vat percentage the more correcting للارتفاكت تمام اتمنى هذي واضحة تمام فهذي ما يأثر على الوقت زي ان الخيار الثاني موجود عندنا اللي هو cmac cmac is a 3D distortion correction نبدأ بالعيب حقه العيب حقه انه يكلف وقت كثير نفس الشي تفتحه تلقى cmac وعدد الstep اللي تبتع مهلل لانك تسوي 3D imaging فمعنى تضيف gradient جديد تمام ف كل step تكلفك وقت تمام بس قدرته على correction is amazing يعني ما يحتاج تحط steps كثيرة يمكن 12 steps will help you quite a lot will do you a lot of work my recommendation هنا انك تعمل cmac in one plane خلنا وضح هذه الفكرة لو أنا الفحص هق الhip imaging كله 7 sequences 7 عندي corona وعندي axel وعندي sagittal تمام اعمل cmac في واحد من planes تكلم مع radiologist قول what is your key plane what do you like to have the best يقول مثلا axel okay تمام في axel حقي اعمل cmac لان بكون الوقت طويل ولكن the best correction فهذا هي الفكرة هنا شباب الفات استخدم 50 миллиметri 600 700 700 700 that will help تمام تمام good good news انك تقدر تشغل ذات اللي هو 2d correction و3d correction في نفس الوقت معناته انت جالس تخفض اثر الارتفاك بشكل رهيب تمام هذا good news ايش يعطينا هذا يعطينا better image quality which is awesome الباد news لما استخدم cmac زي ما ذكرنا هياثر على الوقت ولكن عندنا اقتراح صح ما راح نصور cmac كل الفحص seven sequences لا لا one sequence فقط فبنكون هنا عملنا عملية موازنة that's the good news وهذا bad news ولكن نحتاج نطلع بحل تمام ايش هو الحل نحتاج نخفض الوقت تمام وهنا تجينا التقنيات اللي في ايدينا هذه تقنية جديدة بس حبي تذكركم كيف احنا في الامارة in general كنا نتعامل مع الأيام القديمة جدا نعمل spin eco طويل تجي تسوي تصوير ني spin eco ممكن five minutes t1 weighted pd weighted صح بعدين طلعت الحمدل لتقنية fast spin eco which is which we use everyday fast spin eco معقول كل يوم نستخدم بعدين قبل مثلا 15 سنة طلع لنا parallel imaging اللي هو sense أو غراب خمس ست سنوات طلع الاسمس أو والحين التقنية الجديدة في التسريع تمام ما راح أنا اليوم حتطرق على استخدام في الهب ما راح تكلم الفيزيكس ولكن هذه التقنية ما هي جديدة أصلا مستخدمة في الفضاء وفي علوم ولكمبيوتر ولكن وصلت حديثا في الامارة بالتحديد وتستخدم في الكاردك بشكل يوم يعني استخدم بشكل يوم تمام هي طريقة تسرع التصوير زي زي ما هي شي يعني يخوف ولا شي تمام فاليوم في الهب أنا قلت لكم لما تستخدم سيمعك الوقت هيصير طويل بشكل رهيب فلما نستخدم سيمعك بلس كومبريس سنسينج يش هيصير هيصير حصلنا على كواليتي من جهة وسرعنا في الوقت من جهة أخرى خلنا نشوف بعض بس هذه just in case if you are curious what's كومبريس سنسينج هو you under sample case space وبعدين الكمبيوتر will make it up it's a pure كومبوشن يعني العملية حسابية على الكمبيوتر ولذلك إذا عندك كومبريس سنسينج في السكان حقك لازم جهازك يكون عندك قدرة كومبيوتر عالية يحتاج كومبوشن باور عالي جدا تمام بس هذا مغرضنا اليوم ما رح نتكلم في الفيزيكس ولا في الكمبيوتر هذه هي المعادلة الذهبية شباب ألا وهي أنا عندي implant hip implant تمام أو حتى knee implant أو shoulder implant ما عندك مشكلة وأبغى أصور أقوم أسوي 2D correction للأرتفاكت هذا واحد إيش قلنا 50% 60% will work تمام بعدين أشغل CMAC هذا 3D correction which is awesome it does tremendous amount of work ما شاء الله تمام ولكن إيش في هذي هذي وقتها طويل علشان محاربة الوقت نضيف compressed sensing إيش ينتج لنا image quality جميل وspeed نصير سريعين في التصوير وهذه هي المعادلة الذهبية تمام فخلينا نشوف وقريبة خلص هذي آخر نقطة إن شاء الله خلينا نشوف our experience أنا تكلمتنا على theory 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 خلينا نشوف إيش أثر هذه التقنيات على images itself تمام يعني لو طبقنا الفات لو طبقنا CMAC إيش الأثر على الصور وهذا اللي أريكم تشوفوه تعلموه إن شاء الله تمام فهين الأمثلة اللي رح ندرجها ممكن خمسة أو أربعة مثلة حاستخدم الdefault حقي البروتوكول حقي حاستخدم الفات اللي هو 2D correction تمام 2D اللي هو هاد الstandard بيكون حقي حتى ما هو فاس بينكو لا لا حاستخدم الورب اللي هو فاس بينكو زائد 2D correction تمام هذا ما إله أثر في الوقت ممتاز بعدين حاستخدم 2D زائد 3D اللي هو CMAC تمام وحاستخدم 12 phase encoding steps في السيمان قلت لكم لأن الوقت حقه طويل فما تبغى تصور وتروح massive بعدين حاستخدم 2D زائد 3D حاستخدم تقنية compressed sensing اللي هي acceleration factor التسريع حاستخدم الوقت يش يصير فيه بعدين شفت الوقت جميل هنا فطمعت قلت أوكي أنت يا مصطفى توقيت لنا the more phase encoding steps the better the correction ليش ما نجرب هذا الشي فهنا استخدم 12 لو غيرت 12 إلى 20 do we see gain any gain in image equality yes or no سيناريو الأول عندنا مريض عندنا hip implant right-sided hip implants والوضع موبطال I have to say this is a benign implant يعني الحمد لله تقدر تشوف الصور بطريقة معقولة جدا تمام في ارتفاكت وشوف هذي الارتفاكت هنا مثلا عشان هذي مثلا سيجنال غير حقيقي هذي bright signals this is pile up signals ما هي حقيقي طيب ايش هذي sequence this is our coronal proton density that only تمام اللي هي 2d correction فقط الامج والتي موبطالة والسكن time 3 minutes 3 and 20 minutes تمام 3 minutes تمام جينا عملنا صورة ثانية هنا شغلنا c-mac اللي هي 3d correction شوف السيجنال هذي الانوات مثلا راحت صار correction أفضل لو عملنا قياس من هنا بس we have a better quality image artifact wise لكن ايش اللي صار يا شباب الوقت جمد الى 7 minutes which is what really painful this is really bad صح تخيل انك تشغل سيماء وتصور 7 sequences يعني 7 times 7 huge ايش الرسك المريض تحرك they're in pain it's impractical تمام جينا هنا شغلنا تقنية is compressed sensing تمام quality اذا مؤفضل the same لكن شوف ايش صار في الوقت من 7 minutes هنا 7 minutes جينا الى 3 minutes فلو قارن فلو قارن ال original time 3 minutes more or less ولكن هنا عندي 3D correction image quality من هنا الى هنا فرق شاسر تمام فهذه هي الفكرة عندنا هذه الايام تقنيات غير متوفرة 10 years ago تمام فعندك هنا المسج نستخدم بس هذا المثال ممكن مو واضح باش هنشوف الحين مثال اكثر challenging next example فالخيار هذا هو الخيار الامثل اذا تقدر تسوي تمام وزي ما قلت لكم تسوي في one plane نيجي هنا مثال ثاني مريض ثاني عند implant ثاني هنا في artifacts نفس السيق بضبط عملنا 3 minutes جينا هنا وقعنا في المحضور ألا وهو ممكن ما ادري اذا تشوف الصورة الوضوح أو لا هنا الصورة blurry بمعنى ان المريض physically moved ليش 7 minutes of course they will move who wanna stay still for 7 minutes i personally will move دائما نصور المرضى هدول جايين هم لسبب most likely he was in pain فالمريض كان in pain and he moved بعد مرور 7 دقائق اكتشفنا انه تحرك this is painful صح i'm sure you all agree طيب نحطينا في challenge هل نعيد هذه sequence 7 minutes او نستخدم تقنيه التقنيه شوف الimage quality طلعه هنا مثلا لو طلعنا هذه المنطقة هذه المنطقة الارتفاكت هنا اقل بمعنى الارتفاكت هنا ملموم احترم نفسه الارتفاكت صار كل قريب من implant itself we get a better visibility here تمام plus ان الوقت 3 minutes فهنا if you would repeat something quick otherwise your patient is moving they are in pain كلما خلينا المريض اطول على الطاولة حيبدأ يتحرك لأنهم they are in pain فهذا المشكلة فهنا هذا الخيار كان the winner والسبب انه سرعة الوقت plus quality فعملنا 3D correction 2D correction plus speed فthat was a game changer في حالات لا يتحرك المرضى لا يتحرك فه it was really important to us نجي لهذه الحالة وزي ما ذكرت لكم في البداية شوف هذه الحالة مثلا الارتفاكت أكثر يعني it's more aggressive تمام ليش نوعية الامplant هذا نفس السكان by the way this is 1.5 tesla magnet تمام نوعية الامplant حق هذا المريض يختلف عن المرضى السابقين المرضى السابقين لو رجعت صورة شوف كيف تشوف التفاصيل الامplant بينما المريض هذا صاحبنا ما تشوف شي ليش نوعية الامplant نفس المادة اللي صنع منها الامplant مختلفة فلذلك يحصل لنا ارتفاكت مختلف نجي لهذا المريض الصورة الأولى huge artifact proton density coronal huge artifact you cannot see through وعادة هذا المرضى يجي يقول oh there is a pathology هنا there is tear هنا there is abscess there is you need to really see what's happening around the implant فلللسف that was not a good scan by the way this is warp so it has correction already صح بس correction فقط في two dimensions ال X وال Y بعدين جينا هنا شغلنا c mac الامور بدت تتحسن كيف اعرف ان الامور بدت تحسن خلينا نطلع في هذا pelvic bone شوف هنا مثلا في الصور الاول you cannot see it all the way صح بينما هنا لما بدين نخفض الارتفاكت بدين نشوف شوية البون يظهر معناها احنا بدين نحجم مظهر الارتفاكت نقول احترم نفسك واجلس مكانك هنا تمام فلذلك بدل البون يظهر شوية صح فهذا 3D correction ولكن لا ننسى الوقت حقه عالي سبع رقائق تمام هنا جينس جينس استخدمنا compress sensing that was surprise للكل we were surprised هنا ايش لصال شباب 3D correction 3D correction شغلنا compress sensing عشان نحصل على وقت ولكن حصلنا على وقت زائد quality ليش نقول quality شوف البون هنا كيف واضح شوف البون هنا مواضح وفي طعج مطعوج distorted بينما هنا البون looks more anatomical تمام طمعنا شوية wow this is awesome this image is getting better and better فهنا ايش كان 12 steps صلحنا الارتفاك in the third dimension with the 12 steps فقمنا ايش عملنا خلينا نجرب 20 صلح افضل افضل والدليل انا لو قصنا العظم roughly 1.05 centimeters هنا 1.5 فهنا we have regained البون visibility more and more و او 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 من 7 دقائق بدون compressed sensing 7 دقائق حطينا تقنية compressed sensing نزل 3 دقائق لما زود steps من 12 الى 20 الوقت زاد 4 minutes فلو انا جالس ابني البرتوكول في المستشفى حقي دقائق اعرف ان اغلب مرضاي بمجرد مثلا نشوف الارتفاك اقول okay i don't want to waste my time i don't want to do this and this i will do this right away اروح 20 steps او 15 او 16 it's up to you تمام وامل هادي الاسكان one plane only مثلا coronal or sagittal whatever key sequence you talk to your radiologist فهذه الفكرة شباب ان عندنا اشياء في يدنا ما كانت موجودة even five years ago تمام this is i think the game changer هنا so this is a keeper definitely that this is the sequence what i'm trying to say ignore these numbers you get the idea 12 between 12 and 20 keep the time reasonable you will get awesome results if you get super excited we published this paper we put the parameters we put some technical issues we talked about physics not a lot if you get excited you can read this paper but in summary we live with the artifact in the artifact with our brain shoulder knee and abdomen but the artifact that is we a one of the metal induced artifact it does degrade our image equality there are things that have in our business for example if you have devices in the store or use the lower field or use the sequence or the type the implant type the material not know this you will just go and face it you cannot change it الشيب حق الامبلان الوريينتيشن ما تقدر تغيره تمام والحمد لله عندنا طرق للتعامل مع هذي الامبلانس تمام فيه طرق كثيرة اما استخدم امشور ان ال جي اي والفيلبس والتشيبة والمصانع الاخرى عندهم نفس الشيء يعني التقنيات اللي وردت كميها ليست حصرا على سيمينز باي اول مينز تمام ففيه التقنيات كلها موجودة اذا ما تعرف عنها اسأل الابليكيشن سبيشلس قوله هل فيه تقنيات تعمل اذا فيه كيف نحصل عليها تقدر تاخدوها تجربوها يعني هذي لشيء موجودة تمام في تقنيات جديدة الآن يعني زي ما بديت الحديث اليوم في الزمن السابق كنا رجع الناس بيوتهم قولهم ارجع البيت ما قدر اصورك ولكن في هذه الايام عندنا ايش تقنيات جديدة فالمعادلة الذهبية هذه بس اذكركم فيها هذي خلنا نسميها الريسيبي او مقادير الطبخة يبغالك مثلا حط ملعقتين من الفات يعني خمسين بالمئة مثلا هنا ملعقة ونصف ملعقة من السيمات لا تحطه كثير لان هذا تام كونسيومي اذا عندك تقنية تقنية بطرق وبخرى تسرع الوقت مثلا هنا كمثال كميثال بيست استخدمه فتحصل على البست بست امجي quality وتحصل على الاسكان تام معقول قبل ما أختم حبيت تشكر زملائي طبعا زملائي في العمل هنا وطبعا ما ننسى خليناهم يتعبوا معنا كثير لان لما استخدمنا هالاشيا نحتاج نتعلم كيف نستخدمها فكنا نسألهم كثير ونسألهم كثير ونسألهم كيف هذا ما شتغل ليش هذا يعني اتعبناهم شوي فنشكرهم شكر جزيل يعني ما قصروا معنا هذه هي الرفرنسز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا عندكم أسئلة تفضلوا